السلام عليكم اليوم بشيوات نادي الفاسية إن شاء الله غادي تقدم لكم كيكة الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله هدوزوا بها تلتيام إن شاء الله مع ولدتكم جمعة مباركة بإذن الله حبوباتي كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا بحير وعلى خير شكراً على التعاليق القيمة اللي كدت تعبروا بها على الكرم ديالكم وعلى شخصية ديالكم شكراً لكم بزاف من القلب وفاية للقلب اللي يلا حبوباتي إن شاء الله غادي لكيكة خطيرة ومعملني مددت لكم شي حاجة بالبانان يوم مددت لكم البانان كانوا عندي واحد البانانات مساكن بحلي أرطابو وبلية فيهم ودين بيهم كيكة وغادي نبدا إن شاء الله هدين مدى وعلى بركة الله المقادر كان جي وعلى البنات زوينة هي جربوها وغادي جيكم لديدة وغادي تشكروني عليها وتخليوا لي تعليق زوين كيف دائماً لكي نقول لكم دائماً ما تزقيوش خليكم معايا باش هدين بدأوا المقادر إن شاء الله اللي كتكون مبسطة وسهلة والمهم تقدروا ما تديروش فيها البانان ولكن إلا بغيتوا البانان كان عندكم توفر هلاش لا راها كتجي الديدة والهكا كي يجي الشكلية لها كيش هي رائحة بالنسبة للمقادر اللي غادي نحتاجوا إن شاء الله عندنا جوج بيضات بالحجم الكبير يعني رخصت عليكم هاد اللي كيكا ولكن عادي تقولوا غليتي عادينا في حاجة أخرى مش مشكلة را كل شي رخيص وكل شي مكلكي تبدعي وبأبسط المقادر عندي كاس اللارب لي كل حجم ديال كاس سقار كاس اللارب ديال زيت وكاس اللارب ديال سانيدة ما يعادي لكل كاس كي عبر 80 مليلتر ديال زيت وثمانين قرام ديال زيت عندي هنا يجوج بيضات جوجكا بانانات يمكن لقي ديال البانانة وحدة ديالي بانانة وحدة تكون فقط كبيرة ومعسيها تكون رطبة انا عندي هادو صغير ورين معستهم هادي هادين يحتاجوا إن شاء الله ميتين وخمسين قرام ديال الدقيق الأبيض وعندي خنيشة ديال فاني وكذلك جوج خمارات حمر من فائة 16 قرام أو لا 15 قرام سيطلب سكار حبيبات سمضيفه على جوج بيضات لديل الكبار ليكون على درجة الحرارات المطبخة وكذلك عقلنا أضياد ياغورت أو لا ضون مسوس أو لا يوجد عندكم ياغورت هنا هي بالنسبة للنزل أوروبا يقوم بها بتوضيكات الزيت و تركيز سكر ويقوم بها أو لا يؤخر سي يعني مهم لي كله يوحد شنوك تتخدم بانسبال اللبنسوس القواركة ولا ياخرت كنطربو مزيان كيف العادة دائما نحنك تتكيد تبيضنا الخليطة ديالنا رعني كنقطع التصوير كان دا كنطرب فيها هكذا مزيان وكتكي بيرجع لنا صفيفر البعض هاو هذا يعني افتاح من بعد نضيف عليه الزيت بالخطوات دايما نقول لكم لا نرموش الزيت في الزيت لكيكا تجينا مهوية منفسها هنا سنضيف الزيت كامل صافي وبنسبة للشوكولات اللي شفتوا قدامكم والكمية ديال هذا عندي واحدة تقريبا تاخدوا واحدة ستا ديال طريفة ديال مكعبة ديال الشوكولات هنا عندي هنا واحدة ديال 100 جرام 100 جرام يعني هذه تكون ستا ديال طريفة بالنسبة للناس المغرب و بالنسبة للناس ديال أوروبا راكي تبع في جميع محلات تجارية الشوكولات اللي بيض والبوني والكحل أنا خديد الحار اللي ما فيهش الحلاوة بزاف هو اللي غادي نخدم وبنسبة للقرقع داك شي اختياري بغتوا تدرو فيها القرقع ديال راكتوش تبارك الله إن كلكم أنا اللي من القرقع والشوكولات والبانان كيجي أروعة كيجي لديد كيجي جابها زوين نجيبها لديدة لأنك كيجي كاتتحك لي واحد الحاجة مغزة فيها المهم ما كانش عندكم تفداوه يعني باش كنبسط عليكم مسائل هنا غادي نقبط البانانة ديالي اللي قوت لكم عندي صغير ورين غادي نقبطهم مع سهم بحالي كان هادين وكلهم الوليدات الصغير ورين بحالها ما شهدت تبقاوه كتتعت معاكو فيهم تتعتمعاكو فيهم حتى كيولي اللون ديالهم قاوي حتى الوليدات تهو مبرص هم هي هكا معاكو لهم الحاجة باش كتحت حاول انها تدوز لهم عجبهم مش هديك اللي كتولي ملغة يعني ملغة ديالنا هدر معاكم الدرجة ديالي والواليدين ملغة ما كيبغوش يصربوا اجترتوها كيبقوا تزلق لهم فمهم وما ما عندهم سنينة هكذا يحاولوا انهم يحسوا بالمضاق للبانان بش كي يجيهم ملديد صافي هالكمية ديالبانان احنا معسناها نقطقناها شي شوية هكذا صافي من بعد غادي نخلطها ضروري نخلطه بش كيتحلينا داك البانان بحالة شكل هكا ومن بعد غادي نضيف العناصر ديال الطحين اللي هي قيدلكم 16 قرام مع زائد ديال الخميرة كيموية زائد ميتين وخمسين قرام ديال الدقيق الأبيض لما نخول او للمغربل صافي وهادي كي جينيشا ما تزيدوا تشي حاجة اللي عبار اللي قناع ديكم هو هو كانتون توم على حسب الكاس يعني قودلكم كاس ديال الزاج ديال الصغير بحالك تقولو كاس عنبه ديروا منو كاس اللارب ونقسم منو شي مع القولي جوش هكذا كي يجيكم العبار هداك وبنسبة لكاس صغير صافي نخلطو بحالها تشغل هكا نديرو الدقيق كامل ومن بعد كان نرمي داك الشكلات الشكلات بنسبة للشكلات قطعتو غي بيدي قطعتو غير كبير برشي شوية ماشي يدعم في دقة واحدة ممعوك يعني محجر بحالي محجر قد نضاي فوق فوق هدك الخاليط باشي يبقى ندك طريفات حاسين بيهم فوق قلب الكيكة كي يجي زوين بزيف وحاولوا داك الفلات الترقاق وكلهم توم الفلات الترقاق ما تيعجبونيش لانه متي وصخو الكيك قد جي مرملة الملء احسن هدوك الفلات الترقاق وهدوك الصحيحين ما غاديش تديروا الكمية كلها البنات هدوك الزمنات قريبا داك الحفينة دي المية قرام مية قرام هزيت من الحفينة في الدي خليته أبارت وخديت الحفينة الخرى الكبيرة قدرتها قفص الخاليط وورا ما كيتخلطشها البنات وما تيدوكش لانه شكلت الحر اللي كيكون ماشي حلو بزيفت كيبقى قبطراته في فليكيك هنتو مشتو كان خويها كتجي بحالي راح نخدمينها بزبدة وهي راح غيب الزيت وما تخافوش هكا قصد يجيكم الخاليط وبغيتو تديروا هدو المول بغيتو تديروا هدو طويل بغيتو تديروا اي مول عندكم انا عندي بغيت نديروا في هذا كيني مكلدين ديروا في طف الطويل مرة اخرى ديروا في طويل طف الطويل كي يجي رائع صافي هنا يا غدين خويتها كامل عندي الفران اللي شاعل على درجة الحرارة مسبق مئتين مدة عشرة ديالتقايق غدين دخلوها الكيكا للفران غدين شعلوها ملفوق وملتحت منسبة الناس اللي عندهم الفران غدين شعلوا عليها ملتحت ومبعدة تنفخ عدد يشعلو عليها لفوق ولفرر من الفوق المسبق المبتدئين بدنسبة النا كان طيبها على الفرفارة اللي تحتمنها الشرطة بعد ما قد تحمر لي كلها يعني مهاوية كلها تحتمن لي هذا هو اللي كان طيبه انا بها كان طيباش على المدورة وانما كان طيبها على الفرفارة اللي في كديرها بحل المتلات وتحتمنها الشرطة هنا كان طيف ديك الكمية ديك اللي قرق عليك تكون حفينا تقريباً 41 قرام ما كاملاش ولا معلقة كبيرة مقصومين صيصات وكان ديروهم منفوق منهم بحل هاتشكل هاكا وكان دخلها الفران ومنين كتخرج الفكيكة من الفران كتجي عليها تشكل هدا كانتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله وراها كتجي رائعة لبنات زوينة خليواها تبرد تماماً تماماً فسط المول تكتبرد وكان نجبدوها وكان قطعوها وكان جي عليها تشكل وجربوا لبنات وردوا عليها تعالي تتشجعوني مني كتفرحوني مني كتخليوا لي تعاليها زوين بحلكم ونتمنى لكم نهار مبروك وجمعة مباركة بإذن الله وخليت لكم الراحة وإن شاء الله نتلقوا في كيكات زوينين جاين على الطرق إن شاء الله تصيفين الحباب والوليدات المهم جربوها وردوا عليها دائماً في التعاليق كنت من لكم فرجة ممتعة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته